السلام عليكم متتبعي قناة ديفيك تيفي الفلاحية مرحبا بكم في ذات جديد وفيديو جديد بعد ان قمنا بشرح حشرات توتا ابسولوتا والدبابة البيضاء مموش بلونش وكذلك حشرة العنكبوت الاحمر لزكريان الروج جاء الضور على حشرة المن وهي قسران اذا يمكنكم مشاهدة الفيديو والتغط على زر لايك والاشتراك في القناة ونشر الفيديو لأصدقائكم التقنيين شاهدوا الشرح اذا حشرة البسران حشرة المن حجمها صغير يبلغ طولها ما بين 1.5 إلى 3.5 مليمتر يعني طريقة الملمس مختلفة الألوان يعني لديها ألوان مختلفة تظهر متجمعة على البرعم أو على البراعم لبرجون وتظهر كذلك على سطح السفلي للأوراق والأجزاء الخضارية تصيب النبات وتفرز مادة واكسي يعني مادة شمعية وسكرية حشرة البسران أو المن تمتص العصارة النباتية وتتغدى عليها مما يسبب ضعف في نمو النباتات وتجاعد الأوراق وتنتج مادة عسلية حلوة تجلب إليها النبل والأمراض الآن نقوم بشرح دورة حياة المن لأقصر التكاذر العذري أي أن الإينات تضع بيوض بدون تخصيب ويصل عددها تقريبا يعني من خمسين إلى ستين بيضة وتفقس البيوض عن حريات وتنضج خلال سبعة أيام وهذا ما يحدث في المناطق المعتدلة والحارة في نهاية الخريف يظهر الطور المجنح للحشرة الذي بدوره يقوم بالانتشار والانتقال إلى مناطق أخرى أما بالنسبة للتكاتر الجنسي يعني وضع بيوض مخصبة وهذا ما يحدث في المناطق الباردة والتي تنخفض فيها درجات الحرارة حيث تظهر بالخريف الأفراد المجنحة التي تطير إلى العوائل الأولية فتتزاوج وتضع البيض عليها يعني وتقضي الحشرة فترة الشتاء بطور البيضة التي تفقس بالربيع إلى حريات التي تكون الأمة الأساسية التي تتكاتر عذريا نمر إلى بيض لبيسرون يعني لونه يكون أصفر أو أصفر مخضر ويتحول إلى اللون الأسود قبل الفقس والمرحلة الثانية يعني مرحلة الحرية تمر مرحلة الحرية بأربع أطوار حتى تصل إلى الطور البالغ حيث تمكت في كل طور من اثنان إلى ثلاثة أيام يعني الحرية تكون عذيمة الأجنحة أما المرحلة الأخيرة من دورة حياة المن يعني مرحلة لزادولت الطور البالغ رأس البالغ لدي زوج من قرون الاستشعار الطاولة أجزاء الفم في حشرة المن تقبع مأسة حيث أنها تتغدى على عصارة النبات وقد تكون مجنحة فيحمل الصدر زوج من الأجنحة العشائية حيث تكون أطول من البطن أو تكون الأفراد غير مجنحة ما تبين في الصورة يعني الطور البالغ المجنح في حشرة المن مشاهد قرن الاستشعار رأس الصدر البطن وقرن صغير وديل صغير جدا الصورة الثانية يعني صورة توضيح الزاء الفم في حشرة المن ومن بين أعراض الإصابة يعني حشرات المن البسرون البالغة تتغدى على العصارة النباتية من السطح السفلي للأوراق مما يؤدي إلى تجاعد الأوراق والتوائها إلى الأسفل يعني كما تنقل الكثير من الأمراض الفيروسية ومنه فيروس تبرقش الأوراق فيروس سي إم في ويعني حشرات المن تنقسم إلى عدة أنواع يعني لداني ثلاثة أنواع لأنه على أول هو من الضراق الأخضر ميزوس بيرسيكا يعتبر هذا النوع من المن يعني من أخطى الآفات التي تصيب نباتات الزراعة المحمية مثل البوفرون الخيار والطماطم والبديجان يعني والعديد من النباتات الأخرى إضافة إلى الكثير من الأشجار المتمرة يبلغ طول الحشرة الكاملة الغير مجنحة يعني تقارباً واحد مليمتر وهي ذات لون أخضر إلى أخضر فاتح مصفر وتشاهد أحياناً بعض الأفراد بلون زهري محمر بالإضافة إلى الأضرار السابقة آآ الدكر يعني فإن هذا النوع من المن يمكن نقل أكثر من مئة مرض فيروسي للنباتات المصابة النوع الثاني من حشرة المن وهو من الخيار أو القطم آفيس كوسيبي يصيب هذا النوع من المن بالإضافة إلى نباتات العائلة الخبازية نباتات يعني الفاصلة القرعية مثل الخيار والبتيخ ونباتات الفاصلة البادينجانية يعني مثل البادينجانية والفلفل والكثير من النباتات الأخرى وهو ينتشر بكل دول العالم ويفضل الأماكن التافئة وخاصة في البيوت الحامية للسير يعني حيث تمتد فترة الجيل وسبوع واحد فقط ويرفق ذلك يعني زيادة أعداد وانتشار الآفة آآ بالبيت المحمي بشكل وبائي كما ينقل هذا النوع يعني من النوع أكثر من تقريباً يعني خمسين مرضاً فيروسياً أثناء التغذية وخاصة فيروس موزيك الخيار يعني هذا النوع من المن بلونه الأخضر الزيتوني الغامق في كون تكون الحريات بلون أخضر فاتح مصفر النوع الثالث والأخير من 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 المن يعني من البطاطا على كورتوم سولاني يسيب هذا النوع من المن نباتات العائلة البادينجانية مثل الفلفل والبطاطا والطماطم والبادينجان إضافة إلى العديد من النباتات الأخرى مثل الخس والفل يعني تتميز الحشرة الكاملة بنونها الأخضر الفاتح المصفر وتتواجد أحياناً بعض الأفراد بلون أخضر غامق يعني قرول السشعار والأرجل طويلة وعليها أشرة السوداء اللون يعني تكافي حشرات المن بالزراعة العضوية باستخدام بعض المركبات العضوية وبعض الزيوت المعدنية والمركبات الأخرى متوفرة وننتقل الآن إلى طرق المكافحة من بين طرق المكافحة يعني إزالة الأعشاب الطفالية التي تعتبر من أهم مصادر العدو كما أنها تعتبر يعني عائل للكثير من الفيروسات إضافة إلى إزالة النباتات المصابة بالفيروس قبل الإزهار وتركيز المصائد الصفراء ومكافحة المن في صورة بؤر ومراقبة الإصابة يعني أول بأول ودون أن ننسى المكافحة الكيميائية باستعمال مبيدات مرخص لها ومن بين يعني المواد الفعالة لحشرة المن يعني المواد الفعالة التالية المادة الفعالة تياميتوكسان لضوز 20 جرام باك هكتوليتر المادة قبل الجنة تخواجه المادة الثانية هي بيميتروزين لضوز 20 جرام باك هكتوليتر المادة 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 قبل الجنة تخواجه المادة الثالثة اميداكولو بريد 5 سيسي باك هكتوليتر لضوز 30 جر أما المادة الفعالة رقم 4 بريميكارب 15 جرام باك هكتوليتر المادة قبل الجنة لضوز 30 جر يعني هذه المواد فعالة ضد المن إذن الآن نمر إلى استعمال المكافحة البيولوجية أو يعني الأعداء الحيوية لحجرات المن أو لزكسولير أو للاشي يعني يترافق وجود حجرة المن في الطبيعة يعني تواجد العديد من الأعداء الحيوية يعني التي تتغذى على حشرات المن وتقلل من كتافتها بشكل كبير يعني وتعتمد المكافحة الحيوية على حشرات المن في البيوت المحمية على إطلاق العديد من هذه الأنواع لمكافحة حشرات المن ومن بين هذه الحشرات الحيوية العدوة لحشرة المن لدينا يعني الدباب المفترس في دوليد في دو ميزة يعني هذا الدباب المفترس تقوم اليارقة أطناء تغذيتها بإفراز سم مخدر في حشرة المن ويقوم بتحليل أولي لمحتوى الجسم وبعد ذلك يعني تمتص اليارقة محتوى حشرة المن يتوقف عدد حشرات المن المتغدة عليها من قبل اليارقة يعني ثلاثة أعمار يرقية على الحرارة والرطوبة الجوية ولا حجم حشرة المن يعني وغالبا ما تقتل اليارقة المفترسة يعني عددا أكبر من حشرات المن من الذي يغطي حاجتها الغذائية النوع الثاني من الحشرات الحيوية لأعداء يعني حشرات دباب السيرفيد التابعة لفصيلات سيرفيد حشرات السيرفيد ذات فعالية ممتازة في أقدر حشرات المن إذا تنظف اليارقة المكان الذي تتواجد به من حشرات المن وبالتالي فإن ظهور حشرات دباب السيرفيد ببيت المغطى بإصابات بحشرات المن يعطي دلالة على أن حشرات المن ستختفي من البيت المحمي خلال فترة وجهزة ومن بين كذلك الإعداء لحشرة المن يعني حشرات ما يسمى بحشرات أبو العيد التابعة لفصيلة الكوشنيل حشرات أبو الكوشنيل فيها ثلاثة أنواع يعني حشرة أبو العيد دو 11 نقطة حشرة أبو العيد دو 8 نقاط وحشرة أبو العيد دو 9 نقاط يعني النقاط التي تتواجد فقط ظهر هذه الحشرة يعني هذه حشرات أبو العيد تتغذى على عدد كبير من أنواع حشرات المن وهي ذات كفاءة افتراسية عالية جدا كما يمكن لحشرات أبو العيد يعني التغذية على الحشرات القشرية وعني حشرات البق الدقيقي والأكاروسات يعني لزكاريان ويمكن أن تتغذى على الفطريات إذن أصدقائي التقنيين درس اليوم على حشرات ألمان لوب بيسرون قد انتهى وفي انتظار المزيد من الدروس يعني يمكنكم مشاهدة جميع الفيديوهات والدروس على قناة ديفيكس تيفي دروس على حشرات التوتا أبسولوتا لامورش بلونس لزكاريان روج ويعني دروس أيضا في التسميد ودروس عن كافية استعمال الأدوية الفلاحية وفي انتظار المزيد من الدروس لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك وكذلك مشاركة الفيديوهات لأصدقائكم التقنيين والفلاحين لتعم الفائدة للجميع وشكرا لكم على المتابعة اشتركوا في القناة